ما بين الحفاظ على الشعاب المرجانية ومخاوف أستراليا من خسارة أهم معلم سياحي في البلاد يدر مليارات الدولارات رحبت الحكومة الأسترالية بمشروع قرار اليونسكو القاضي برفع تهديدها إدراج الحاجز المرجاني العظيم كموقع تراثي عالمي مهدد بالخطر وأوصت اليونسكو الحكومة الأسترالية بتقديم تقرير مرحلي في فبراير المقبل حول التزاماتها بالقيام بتحسينات بيئية من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي مشروع قرار اليونسكو بمثابة تصويت على الثقة في حكومته هذا القرار يؤكد أن حكومتي تعمل جاهدة لحماية الشعاب المرجانية وتعمل على حل قضية تغير المناخ وأن دول العالم لحظت ذلك في المقابل يحذر خبراء البيئة من المخاطر المستديمة وظاهرة التكلس التي يواجهها الحاجز المرجاني العظيم في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المياه وظاهرة النينيو المناخية نجري هذه المحادثة في الوقت المناسب حقا بينما يعاني جيراننا في نصف الكرة الشمالي من موجات حر قياسية واشتياح حرائق الغابات لعدة بلدان في العالم في الوقت الذي تشهد البحار والمحيطات ظاهرة المياه الدافئة المثيرة للقلق مما يعد خطرا على الحاجز المرجاني العظيم ولسنوات ظلت أستراليا تضغط لإبقاء الشعاب المرجانية التي تحقق نحو 6 مليارات دولار أسترالي خارج القائمة المهددة بالانقراض لكنها تعهدت بتقديم 1.2 مليار دولار أسترالي لحماية الشعاب المرجانية وسحبت التمويل الفيدرالي للسدود ورفضت الإذن بمنجم فحم قالت إنه قد يؤثر على جودة مياه الشعاب المرجانية ترجمة نانسي قنقر